السلام عليكم وأهلا بكم الحلقة دي مش هتعجب بعض المصريين المتأثرين بأفكار الصهينة العربية اللي بيستخدموا الميديا بمختلف أنواعها سواء كانت منصات تواصل اجتماعي أو حتى شبكات إخبارية في توصيل معلومة مفادها إنه هزيمة المقاومة بتساوي أمن وأمان واستقرار المنطقة ولكن الحقيقة إنه هزيمة المقاومة فعلا بتساوي أمانهم واستقرارهم لأن ليه هم مشاريع مع إسرائيل والمشاريع دي بتضغر مصر في المقام الأول شوف أنا واحد من الناس قلتها لك قبل كده كتير وحقولها لك تاني أنا مختلف مع حماس 180 درجة ومش حماس بس لا ده أنا مختلف مع كل الفصائل اللي بتسمي نفسها حركات مقاومة سواء داخل فلسطين أو خارجها ولكن وحط 30 خط تحت كلمة ولكن دي ولكن في الظرف الحالي وبرغم إن اللي حصل ده عبارة عن كارثة السبب الرئيسي فيها حماس اللي إنه بما إن الحرب دي دايرة خلاص فأنا كمسلم وكعربي وكمصري استحالة أساند هزيمة حماس قدام الصهايلة مهما كنت مختلف معهم ومهما كنت شايفهم شوية نصابين آه هم بيدربوا بيجروا يستخبوا بس هو ده اللي في إيديهم خلي بالك حط نفسك مكانهم وقارن إمكانياتهم بإمكانيات عدوهم فعلا هم مفيش في إيديهم غير كده هتقول لي ما كانوش ضربوا من الأول هقولك آه والله عندك حقا ما كانوش فعلا ضربوا من الأول لأنه طالما مش قد العركة ما تدخلهاش بس هو اتجننوا ودخلوا ووغطونا معاهم هنسبهم بقى هتقول لي أنسبهم وإيران هم بقى اللي بيسبحوا بحمدها تيجي تنقذهم هقول لكم ما قاب يسبحوا برضو بحمد إيران وما عندهمش أي ولاء للعرب بربع جنيه وأكتر من نصهم أندال وما ينقلعوش من الرجل أساسا بس لو أنت سبتهم لإسرائيل تحط عليهم أنت الخسار لأنه واردوا بنسبة كبيرة أن العملية اللي عملوها دي تكون بالتخطيط أصلا مع إسرائيل علشان إسرائيل تفضي القطاع وتعمل مشاريعها في أمان وممكن قادة حماس يكونوا قابضين تمن العملية دي من إسرائيل كمان بس تصدق حتى لو هي حركة أنت كمصري من مصلحتك طالما الحركة دي تعملت ووصلنا للوضع ده أنك تسند حماس وتخليها وقفة على رجليها لآخر وقت علشان المخطط الصهيوني ده ما يكملش ما هي إسرائيل عايز قطاع غزة يفضى من سكانه أو على الأقل يفضى من أي فصيل مسلح وده بقى مش في صالح مصر إطلاقا والمفروض كمصري بقى تختار ما بين قطاع غزة بدون سلاح فلسطيني يعني مشاريع جنبك بتنفسك وبراس ما العربي كمان أو تختار قطاع غزة بسلاح فلسطيني بيمنع إنشاء أي مشاريع ممكن تضغر مصالحك واقتصادك كمصر حتى لو السلاح ده على فكرة في إيد ناس أنت مش متفق معهم وفي بينك وبينهم مشاكل أنا عن نفسي أخطأ قطاع غزة يكون فيه فصيل فلسطيني مسلح حتى لو أنا مش متفق معاه أي دولوجيا المهم أنه وجوده بيجهد أي مخططات صهيونية لضرب الاقتصاد المصري حاول تفكر فيها بعنق شوية وخلي بالك بقى يعني بتبقاش عامل زي الصهينا العرب اللي عايزين إسرائيل تنتصر وتسيطر على القطاع وعايزين يقنعوا المصري أنه كمان يساند رؤيتهم السياسية اللي هي في الأصل بتأذي مصر أنت متخيل البجاحة وصلت لفن وفي نفس الوقت هل حضرتك متخيل السزاجة اللي موجودة عند بعض المصريين اللي مش دارين بأي حاجة حرفية وعنين نفسهم خبرة في السياسة الدولية وهم في الواقع على البيض خالص وميح وما يعرفوش أي حاجة أبدا عن اللي بيدوق حواليهم في المنطقة وأن وجودهم على السوشيال ميديا مش مختلف أبدا عن بتوع كبسه كبسه بتعطي كتوك مجرد أبواق نابحة لحساب اللي بيدفع آخر الشهر واللي بينتسب للقناة وبيد عماليا وإذا واحد والاثنين لغوا الانتساب للقناة يقضوا عياته ويولوله ويترجوا الناس إنها هترجع تنتسب تاني يعني القصة شحاتة مش نشر فكرة ووعي ووطنية والكلام الكبير ده عموما الناس دي ابتلاء من ضمن الابتلاءات اللي موجودة في المجتمع المصري وأصدق تأبير عن فهلوة الشعب المصري اللي لما جل دراسته ولا تقفته ليهم علاقة أبدا بالسياسة ولكن ليه لا هو يعني هيكل كان حسن منه ويطلع يهبت بحسب سكريبت الكفيل وكل شوية يقول لك أنا عندي مبدأ أو عندي بدنجان وأنا بتحارب علشان بحارب الإخوان وهو في نفسه عارف من قرارة نفسه من جواه إنه من الإخوان والإخوان منهم بتعلموا الناس تفكر بعاطفية مش بمنهج برجماتي مصلحة يضمن لك مصلحة لبلدك ويدور على مصلحة بلدك السياسية والاقتصادية ومش عارفين المخاطر اللي محيطة ببلدهم ومش عارفين إنه لو المقاومة دي تهزمت مقطع غزة أصبح مستوطنة صوريونية فأول ناس حيتم ضرب استكرارهم السياسي والاقتصادي هم المصريين نفسهم ولكن على النقيد تماما في ناس بتحاول تواعي الناس بجد على قد ما تقدر إنهم مهما كيره وحماس اللي إن وجودها أفضل من عدم وجودها لأن عدم وجودها معناه مشاريع منافسة لبلدك بتمويل دولة خليجية بتلف حواليك زي الأخطبوط لو رحت ليبيا حتلاقيها موجودة ولو نزلت السودان حتلاقيها موجودة وكل شغلها مع ميليشيات علشان تضرب أمنك واستقرارك واقتصادك وفي فلسطين عينها على مشاريع اقتصادية بترتكس في المقام الأول على تأليد المشاريع المصرية ومنافستها انبارح اللارضة عشرين ديسمبر قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد من الخالة إنه في وفد من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه إلى القاهرة خلال أيام علشان يناقشوا إمكانية وقف العدوان وتنفيذ صفق التبادل المحتملة والزيارة دي حتتم بناءا على دعوة رسمية مصرية لا 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 لحظة واحد لحظة كده أنا توهت معلش لحظة يعني القيادة السياسية المصرية وجهة دعوة رسمية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع رزة علشان تيجي مصر وتم مناقشة وقف اطلاق النار ما بين حركات المقاومة وما بين إسرائيل في القاهرة يعني مصر مش مصنفة الجهاد الإسلامي حركة إرهابية زي ما بعض الناس السازجة على السوشيال ميديا بتقول يعني رئيس السيسي بيقدم دعوة رسمية لقادة حركة حماس أو الجهاد الإسلامي علشان يجوا في مصر ويعملوا اجتماعات مع الأجهزة السيادية المصرية علشان يناقشوا مستقبل غزة ما بعد الحرب يعني مصر معترفة بكل فصائل المقاومة الفلسطينية ودعم المجهودهم الحربي الإجابة أيوا يا فندم مصر دعم بوضوح للمقاومة لإني أنا لو ضدك اللي خليني أقدم لك دعوة رسمية علشان نستضيفك في بلدي وناقش معاك الطرق الممكنة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة باختصار يا فندم مصر عارفة كويس جدا أن فصائل المقاومة في قطاع غزة هي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري والسياسة المصرية والاقتصاد المصري كمان ولكن للأسف فينا السازجة كانت بتشكك في كلامنا اللي بنقوله من أول الحرب إحنا قلنا يا جماعة أن مصر بتدعم المقاومة ولو من باب البراجماتية والمصلحة ولو كان فيه خلافات ما بيننا وما بين حماس ولو كان فيه دم ما بيننا وما بين حماس فالسياسة ما فيهاش عدوات دائمة ولا فيها صدقات دائمة ولكن فيها مصلحة دائمة وإحنا حاليا مصلحتنا مع حماس وعلى فكرة مستقبلا كمان مصلحتنا برضو مع حماس فدعم مصر الحماس والتواصل مع حماس والتقارب مع فصائل المقاومة معموما حيستمر الفترة زمنية طويلة لأن المشاريع الاقتصادية اللي الهدف منها ضرب الاقتصاد المصري ما بين إسرائيل وحلفائها العرب في المنطقة مستمرها فبالتالي احتياجنا الفصائل المقاومة حيكون برضو هو كمان احتياج مستمر وخلي بالك أنه فصائل المقاومة محتاجة المساندة السياسية والدعم الدبلوماسي المصري دا غير طبعا الدعم المادي سواء في إعادة الأعمار أو في المساعدات الغذائية أو غيرها من طرق المساعدات المادية فالمقاومة محتاجة لمصر ومصر محتاجة للمقاومة ويرتنا بطل سزاجة وبلاش نقيس العداوة والمحبة على ميزان الدول التانية حتى لو كانت الدول التانية دي حليفة أو شقيقة هم أدرب مصلحتهم وإحنا أدرب مصلحتنا إحنا ملناش دعوة إحنا لينا دعوة بمصلحتنا وبس هم شايفين حماس إرهابية بغم أنهم على فكرة مش مصنفينها إرهابية بس برحتهم إحنا ملناش داخل إحنا بنلعب سياسة لمصلحتنا مش لمصلحتهم أو لمصلحة دول تانية غيرهم وإنت كمواطن مصري لازم بغضو تفهم كده كويس إنت بتلعب سياسة لمصلحتك أنت في المقام الأول مش لمصلحة أي دولة تانية ما ينفعش دولة تعمل لمصالح دولة تانية يا جماعة دي دول عندها سيادة مش دول عميلة وهم على فكرة الدولة أنا لا بتكلم عليها إياه بتدور على مصلحتها وهي حرى وده حق أهل كامل إحنا مش مؤسسة الوفاء والأمل يعني إحنا مش جماعية خائرية هم عندهم مشاريع ضد اقتصادك حقهم هم مشاريعهم بتضرب اقتصادك في الصميم فأنت بقى لازم تتحرك ضد المشاريع دي وتضربها لهم أنت في الصميم برضو ولو أنت ما عملتش كده يبقى أنت عندك مشكلة كبيرة في الوعي وفي الإدراك عموماً الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قال إن وفد الحركة حيتوجه للقاهرة برقية واضحة وهي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطع غزة وإعادة الأعمار وأكد أن تبادل الأسرة حيتم من خلال تطبيق مبدأ الكل مقابل الكل من خلال عملية سياسية تتفق عليها جميع القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس يعني راجل جايب أجندة واضحة وهو هيطلب من القيادة المصرية مساعدة فصائل المقاومة في تنفيذ تبادل كبير وغير مسبوك على مستوى الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين في التاريخ لأنهم عايزين طبيع كامل للمعتقلات الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين من جميع القوى الفلسطينية ودي خطوة تحسب لحركة الجهاد الإسلامي الصراحة وعلى فكرة حماس بتتبنى نفس الموقف فبالتالي صفقة ضخمة زي دي بمبدأ الكل مقابل الكل ما ينفعش أن أي دولة تانية في الشرق الأوسط تعملها غير مصر يا جماعة ولا تقول لي قطر بقى ولا الكلام الفاضي ده الناس لما حبوا يناقشوا أكبر عملية تفاوض لإطلاق صراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ما رحوش يناقشوها في الدوحة لا هم جايين يناقشوها في القاهرة وصحيح هم جايين بدعوة رسمية من مصر ولكن كانوا ببساطة ممكن يجوا مصر ويناقشوا أي موضوع تاني ولكنهم استغلوا الفرصة علشان يناقشوا قضية كبيرة ومهمة قد تكون أكبر صفقة تبادل أسرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بالكامل مش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بس وده هيتم إن شاء الله برعاية مصرية علشان بس كل واحد يعرف حجمه والناس اللي مشي ورى كلام الصهاين العرب تهدى شوية وتعرف إن مبلدها مصر كانت دايما وأبدا داعمة لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة سواء المقاومة السياسية أو المقاومة العسكرية وقبل ما كمل الحلقة عايز حضرتك تركز معي في الفيديو ده اللي مدته 14 سنية بس واللي منتشق بصورة غير طبيعية على منصات التواصل الاجتماعي من الإسبوع اللي فات لطفلتين بيتقال إنهم من قطاع غزة متاجهين من محيط خان يونس لغفح الفلسطينية المشكلة اللي توجع القلب وطئها رأي إنسان عنده ضمير إن الطفلتين دول لا يتجاوز أعمارهم 3 و 5 سنين وللأسف فقدوا والدهم ووالدتهم في القصف الإسرائيلي الهامة جاء على المدنيين وتخيل إن أطفال بالعمر دا متاجهين أو متهجرين لوحدهم في وسط الحرب دي انت متخيل الطفلتين دول لما يجبروا حتكون نفسيتهم عاملة إزاي؟ يعني أنا لو في إيدي حاجة أقدمها للطفلتين فهي إن أناشد الحكومة المصرية إنها تتدخل وتبحث عن الطفلتين دول وكل الأطفال اللي في عمرهم واللي زيهم واللي فقدوا أهلهم وعائلاتهم ونتبناهم إحنا هنا في مصر ياريت يجوا ويعيشوا مع أولادنا ويجبروا وسطينا ويتعاملوا ويتعلموا في مدارسنا ونحاول ننقص حياتهم وننقص طفلتهم ونكسب أجر وثواب كفالة اليتيم لأنهم لحمنا ودمنا يا جماعة أنا بجد قلبي واجعني لما شفت الفيديو دا تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لبعض تاني هو فيديو مدته 14 ثانية مش أكتر ولكن هل يقدر إنه يحرق ضمير أي شخص من خنازير العرب المنبطحين لإسرائيل دا إذا كان عندهم ضمير وإذا كان لسه باقي فيهم جزء آدمي ولكن أنا أعتقد إنهم يتحولوا بالكامل لحلليف منزوعين النخوة والرجولة والشهامة والدين ممكن واحد يقول لي وانت شعرفك يا أنديل إن الفيديو دا من غزة ما ممكن يكون من سوريا ولا العراء ولا اليمن يا سيدي ومالو خلي من سوريا ولا اليمن ولا العراء مفيش مشكلة هم برضو بناتنا ولحمنا ودمنا ولكن دا لا يمنع إنه في زي البنتين دول مئات وربما ألاف غزة وكلهم بناتنا وكلهم لحمنا وكلهم دمنا ولازم نعمل كل اللي في وسعينها علشان يعيشه طفولة سوية وسعيدة قدر الإمكان دلوقتي إحنا خلصنا كلام عن حركة الجهاد الإسلامي تعالوا بقى ننتقل للخبر التالي اللي هو باختصار مفاده إنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وصل للقاهرة على راس وفد من الحركة مبارحة لـ 24 ديسمبر ودي الزيارة التانية الهنية من بداية أحداث 7 أكتوبر بعد زيارته الأولى للقاهرة في 9 نوفمبر عموما هنية جاي علشان يحضر اجتماعات مع مدير المخابرات المصرية اللي هو عباس كامل لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرة مع إسرائيل عموما وكالات الأخبار الفرنسية بتقول إنه هنية عنده طلبات واضحة هيقدمها للقيادة المصرية وهي كالتالي وقف العضوان والحرب تمهيدا لصفق التبادل الأسرة وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع كل دي شايفانا طلبات مشروع بس بالمناسبة الطلبات دي أصلا مصر بتشتغل على تحقيقها من قبل ما هنية نفسه يطلبها لإنه هنية وأي حد من حماس هو آخر حد يكون له حق إنه يطلب حاجة زي كده لإنه هم أصلا اللي أشعروا الحرب دي وبيطلبوا دلوقتي مننا إننا العالج اللي هم عملوه وخلوا بالكم إن زيارة هنية جاية في نفس التوقيت اللي مصر بتتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي رسميا بعرقال الدخول كمية مناسبة من المساعدات إلى قطاع غزة يعني موقف مصر داعم لقضايا غزة من جميع الجوانب فانبارح كان عندنا وفد حماس وبكرة حيكون عندنا وفد حركة الجهاد الإسلامي من الآخر يا جماعة أي حد يحقتكم ضد المقاومة فهو إما خاين أو عميل أو جاهل سياسيا ومتخلف عقليا كمان نقطة ومن أول الصد في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصر العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرة ومستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة